موسيقى مجز لأهم الأنبائياتكم مباشرة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية تحل الأحد الذكرى الثانية والستون لمظاهرة الحادي عشر ديسمبر الفين وتسعمائة وستين حين خرج ألف الجزائريين في ربوع الوطن رفضا لطمسي هويتهم بمشروع الجزائر فرنسية مؤكدين التفافهم حول ثورتهم التحريرية ما أكسبها اعترافا في المنابر الدولية وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة إلى الشعب عشية إحياء الذكرى مظاهرات الحادي عشر ديسمبر الفين وتسعمائة وستين وجه في رسالة الرئيس تبون أن أيام الجزائر الخالدة تعيد إلى الأذهال نضالات الأجيال وكفاح الشعب مضيفا أن مظاهرات الحادي عشر ديسمبر وسعت تدويل القضية الجزائرية ودفعت بها إلى أروقة الأمم المتحدة حيث كان لتلك الصراخات في وجه الاستعمار الآثم عبر الوطن وقع فاصل في الداخل والخارج عزز المساعد الدبلوماسية والإعلامية للحكومة المؤقتة أنذاك يضيف الرئيس الجزائري في رسالته أظهر البيان الختمي للقمة العربية الصينية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض حجم التوافق الدولي بشأن المصاري الانتخابي كحل أقرب لحل الانسداد السياسي في ليبيا وعززت واشنطن هذا المنحن بمطالبتها أقول المجلس الأعلى للدولة والبرلمان بالانخراط في هذا المساعد بعيدا عن الآراء الأخرى الموازية هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحو أي دولة قد تجرؤ على مهاجمة بلاده بأسلحة نووية وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى قرغستان إن السواريخ الروسية هي أكثر كفاءة من تلك التي تمتلكها الولايات المتحدة فيما أعرب حلف الناتو عن قلقه من نشوب حرب كبرى بين روسيا والحلف جددت تركيا في مشاورتها السياسية مع روسيا تطلعاتها إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقع مع موسكو بشأن ما يعرف بوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا والمصنفة على لائحة الإرهاب التركية جاء ذلك خلال مشاورات سياسية عقدت في اسطنبول بين مسؤولين من الجانبين يومي الثامن والتاسع ديسمبر جاري بحسب بيان صادر عن الخارجية التركية ختم الموجز لمزيد من الأخبار يمكنكم تصفح مختلف المواقع الظاهرة أسفل الشاشة في أمان الله موسيقى